مش بس دخلت نادي المئة وبقت عندها أو شاركت في مئة فيلم من بدايتها وهي لسه طالبة لحد دلوقتي لا عندها إحساس بأنه هي بتشارك في صناعة السينما بحق مش تجربة يتيمة مش مرة والسلام لا المهرجان والوسط الفني بيتعامل معاها لأنها منتجة حقيقية كالمنتجات الأوائل اللي كانوا موجودين في السينما من سنين طويلة أيام سينما الأبيض وسود يعني الإحساس بيها ما عادش أنه هي ممثلة ونجمة تضيف للعمل الفني لا هي صانعة حقيقية عايزة السينما المصرية يكون لها مكان ومكانة وبالتالي أعتقد أنه إحساسها الداخلي بالسعادة والتحقق أكبر بكتير من أي مرة سابقة